من تحدي السودان خلونا نروح بقى لتحدي تاني مشروع الضبع حاجة اقول لكم مؤتمر جماهيري لمحافظ مطوح استعرض بقى خطة الدولة الاستثمارية في الضبع وتم الاعلان عن تفاصيل المشروعات الكبرى المخطط لها تنفيذها بالمحافظة وكان في هذا المؤتمر موجود ممثل الوزرات المعنية بتنفيذ هذه المشروعات وكمان كان عمد وقبائل مطروح كانوا موجودين لان وجودهم مهم ان الناس تعرف ايه اللي هيحصل واعضاء مجلس النواب اللي في المحافظة طيب زميلنا عبد الرحمن داود كان موجود هناك تعالوا مع بعض نشوف التقرير ده ونرجع لكم مرة تانية مهود مضنية تقوم بها الدولة في سبيل التطوير الشامل للمحافظات على جميع الاسعدة فمن هذا المنطلق يعرض اللواء على ابو زيد محافظ مطروح الخطة الاستثمارية للفترة القادمة في المؤتمر الجماهيري بالضبع وعلى بعد امطار من محطة الطاقة النووية فيه طفرة تنمية كبيرة بتاعتها في حافظ مطروح وانا قلت في القطمر الكلمتي ان احنا استلمنا المحافظة في 2015 كانت الخطة الاسمارية قريدي معمولة كان بربع 100 مليون استلمنا المحافظة بقى في 15 الخطة اللي انا عملتاها بقى 16 770 مليون طب 16 17 930 مليون طب 17 18 الجالي مليار 350 مليون خطة 18 19 بقى اللي جاي احنا حالة الى الان مخططنا وضارة طريقة احنا المحافظة الاولى على مصر 796 مليون ونص فيش محافظة في مصر عامل الرقم ده طيب اللي فد كله اتنفزته اه طبعا منفزه بنزل 2% اذا كل ده ده انجاز تخلى للقاء محافظ مطروح عرض تفاصيل حصرية لقناة المحور عن بعض المشروعات نقولك ده حصري احنا كنا وقعنا ديزني كل مصر عرفت كنا وقعنا ديزني كل مصر شفيت وعرفت احنا وقعنا سادت رئيس امر ان العقد ده مفيش حسمها بيع العقد ده يبقى حق انتفاع العقد ده يبقى حق انتفاع وبعد تخيل ما انت ده بعد توقع عقد وبعد ما تملي والدولة دي والمسلمين والراضي فلوس طولوا لا معلش احنا غير العقدة اللي هي حق انتفاع وتخنحهم ويوافهم وتم المحافظة مختلفة فيها موارد كبيرة والناس اللي بتقول لك محافظة أنا ضد الفكرة دي بصراحة انا كنت تقول انها مدخرة مدخرة الوقت العوز وجاء الوقت وسادت رئيس افتاح سيبي اكتشفها وبيطلعها حاليا النهاردة نبعت في رسالة الرئيس الجمهورية بنقول له احنا ابنك بالعالمين واتلنا رسالة احنا ردينا عليك الرسالة النهاردة ادي اهل المطروح عمادها ومشيخها وعواقلها وبرئاسة المحافظ المحبوب على ابو زيت والحمد لله رب العالمين ونحنا بنقول للعالم لخارجي ادي مطروح ولو تكلمنا عن المشروعات الحقيقية بتاعت الدولة والتي تهم الدولة ومجد محافظة المطروح نقول ان المشروعات دا كله مشروع فيها ينفع انه يكون مشروع ويسطح انه يكون مشروع دولة وليس مشروع مركز او مشروع محافظة زي مدينة العالمين الجديدة زي طق النواف الضبعة زي ميناء جرقوب مشروع الصوبات الزراعية في الحمام يعني اكذا مشاريع ده مثال بس لكن فيه مذكرات تفاهم اتعملت في عدة مشاريع واصبحت تتنفس على عرض الواقع عندها كان حلم لهالي مطروح مطروح في نهضة ومستقبل كله عندنا هنا في مطروح وسعادة الرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي مهتم بمطروح تمام كبير احنا عاملين احتفالية بنهني وبنبارك لنفسينا ونبارك لقبائلنا ونبارك لهالي مطروح بفوز السيد الرئيس فقامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة ثانية العاجز ليس لهوة وتعبير إلا البكاء فنحن لا نعبر عجازنا على التعبير والشكر في قامة الرئيس فنحن لا نستطيع إلا أن نبقي تعبيرا وتقديرا خطة استثمارية ضخمة وأموال تضخ في محافظة مطروح من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب أملا في الطموح الأسمى بالوصول إلى الاستراتيجية التنموية المخططة للمحافظة في عام 2030 عبدالرحمن داود 90 ديئة قناة المحور دا كان تقرير للزميل عبدالرحمن داود من مطروح وشفنا إزاي الفترة القادمة بإذن الله تعالى كل حتة في مصر بتشهد نوع من أنواع التطوير كنا كتير قوي بنتكلم عن الصعيد وزاي إن الصعيد كان مهمل وكان الصعيد يمكن كل حد فاسد أو حد عايزين نعقبه ونرميل الصعيد وبعدين نقول هو الصعيد ما بيتطورش ليه أو ليه الصعيد ما فيهوش حاجة موجودة للناس ما انتا عاملوا منفى فلا الحمد لله دلوقتي في هذا التوقيت الدولة المصرية بتدت تتجه للصعيد كمان علشان تنمي كل جزء في مصر لأن المصريين يستحقوا بصراحة إن احنا نبتدي نشوفهم دعي